نزهة في أحضان الصحراء بعيدا عن صخب المدينة في موسم ينتظر الرواد البر وبثمانية عشر موقع تخييم حدد من قبل بلدية الكويت تم تشكيل لجنة بإغرار من مدير عام البلدية بها بلدية الكويت وعدة جهات أخرى منها وزاعة الكهرباء وزاعة الدفاع والداخلية والهيئة العامة للبيئة وهذه اللجنة مختصة في عملية استحداث المناطق التخييم وتحديدها والاشتراطات الخاصة في موسم التخييم المساحة الإجمالية للمواقع هي 18 موقع في الشمال والجنوب والغرب رخصة إلكترونية تمنحك إذن لترويح عن النفس في موسم التخييم وعين الرغيب لن تغفل في معاقبة مخالف لقانون البيئة نطلق عملية الترخيص الإلكتروني إن شاء الله يوم الثلاثة باشر الساعة عشر صباحا راح يكون الموقع جاهز باستقبال الطلبات وراح يكون الترخيص طبعا إلكتروني ما يحتاج مراجعة البلدية يحتاج فقط الأحداثيات يتخالها ويتخال الاسم والرغب المدني ودفع التأمين والرسوم واصدار رخصته تم التنسيق من الهيئة العمل البيئة في عملية الرغابة البيئية على المخيمات وتم منح عدة مهتشين بلدية الضبطية الغضائية الخاصة في الهيئة العمل البيئة شمالا وجنوبا وغربا هي حدود مواقع التخييمة ولأربعة أشهر برسم خمسين دينارا وثلاثمائة دينار شرط للتأمين بالحفاظ على البيئة يدا بيد نحو بيئة نظيفة والبر مسؤوليتك شعار اتخذته بلدية الكويت لموسم التخيمي لهذا العام بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على أمل أن يخلو موسم التخيم لهذا العام من أي مخالفات بيئية أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس